بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على صرف المستدرين مرحبا بكم مرة أخرى دائما في إطار البرمجيات المتعلقة بالجوجيبرا أختراح عليكم في هذه الحسطة البرمجية التفاعلية التالية برمجية تفاعلية سنرى لماذا سنية تفاعلية بنوانها كما تلاحظون هنا بوليغون كوفيكس و بوليغون نون كوفيكس وبصفة خاصة سنقوم بالتطرق إلى الربعيات المحدبة كوفيكس والربعية غير محدبة نون كوفيكس أو الربعية مقعارة بالصف وخصصة سنقوم بالدراسة المتوزئ الأطلاع المستطيل المعين ثم المربع نون كوفيك الأطلاع بل المستطيل ،Pارليلغرام ،Lorectand ،لوزانج ثم كوفيكس للاحظون و تغيير مثلا النقطة الصي سأحصل على هذه الجمله هنا لدينا ابا صديد تن بوليغون كالك طبيعة دياله ليس الطبيعة خاصة ليس بمتوزئ الأطلاع ليس بمستطيل و ليس بمعين و ليس بمربع لما أقوم بالتغيير مثلا نلاحظه أن نقطة الصي نحصل على هذه الجملة تقول بأن ABCD تم بوليغون نون كونفكس وتشرح لي لماذا تم بوليغون نون كونفكس بكل بساطة أنه عندما نقوم بربكم نقطتين بوضعين غير متتابعتين أو رأسين غير متتابعين من الموضلة فإننا نحصل على هذه القطعة التي توجد خارج الموضلة الآن سيصبح موضلة محدة هنا موضلة غير محدة كذلك يمكننا نفعل نفس الشيء مع النقاط الأخرى باقي الرؤوس الموضلة وكمتями هنا سنحصل على النقطة العفوان سنحصل على القطعة الص wichtiger خارج الموضلة يمكننا تحريك العفوان كذلك النقطة under A يمكنني يحدث عندما قموا بتحريك النقطة A يمكنني نحصل على قطعهم الرابعة بين النقطتين B والD وكما تلاحظون فإن هذه القط عetI خارج الموضلة يمكننا نفعل نفس الشيء مع النقطة D يمكننا نتحريك النقطة دي هكذا سنحصل على القطع C وهذه القطعات توجد خارج الموضلع كما ترون وبالتالي فإن ABCD هو موضلع غير محدد يمكننا نحصل على A polygons سقنا بين polygons هو Z A, A, B, C, D هو عبارة عن موضلع كذلك ولكنه غير محدد لماذا؟ لأن القطع عبادة هنا توجد خارج الموضلع وكذلك القطع الصي توجد خارج الموضلع على الأقل إذا كانت القطع الرابعة بين الصيني غير متتابعين توجد خارج الموضلع فإن الربعي أو الموضلع يسمى موضلع غير محدد سنقوم بتطرق هذه الحالات الخاصة طغير بقوام غير موضلع كار مثلا إذا قمت بتحريك النقطة مثلا A هكذا فإننا سأصل على هذا الربعي A, B, C, D وتخبروني هذه البرمجية بأن الربعي الذي حصلت عليه هو عبارة عن متوزع يمكنني تحريك قليلا النقطة هكذا ستخبروني بأن الربعي الذي حصلت عليه هو مستطيع يمكنني تحريك مثلا مرة أخرى سأصل على مستطيع وإذا قمت بالتحريك هكذا مثلا سأصل على كما تلاحظون وإذا قمت بالتحريك مرة أخرى سأصل على مربع A, B, C, D, E, T يمكننا مشاهدة ذلك إذا قمنا بإظهار هذه الشبكة لدينا هنا 1, 2, 3, 4, 5 مربعات وهنا كذلك 1, 2, 3, 4, 5 مربعات وبالتالي فإن هذا كما تلاحظون في الشكل فهو عبارة عن مربع يمكننا حصول على معين مثلا إذا قمت بالتحريك هذه النقطة هكذا المربع ما هو إلا حالة خاصة للمعين هذا عبارة عن معين يمكنني جعله مربع هكذا مثلا سيصبح مربع المربع له بطبع الحال 4 زاوية قائمة هذه البرمجية سمية تفاولية لأنها تتفاعل كما تلاحظون تتفاعل مع الشكل الذي نقوم بالحصول عليه انتلاق المنع من تحريك عندما نقوم بتحريك الرأس